كانت الأعمال التجارية في الماضي تعتمد على المقايضة أي تبادل سلعة بسلعة أخرى بعدها تم سك العملات الذهبية خفيفة الوزن عالية القيمة لكن كانت هناك مشكلة تؤرق صاحب الأموال ألا وهي خطورة التنقل وهو يحمل كل أمواله معه لذا فقد احتفظ بها في المعابد كونها مكانا آمنا لتخزين نقوده نتكلم هنا عن معابد الحضارات القديمة البابلية، المصرية، الرومانية واليونانية أخذ مفهوم البنوك يتطور مع الزمن ليصبح مؤسسة أمينة ومربحة تحكمها القوانين لاحظ الصيارفة أنه لا أحد من الذين أودعوا ذهبهم عاد وطلبها من جديد بل على العكس كانوا يضعون أموالا أكثر وأكثر هنا بدأ الصيارفة بإقراض الذهب المخزن شرط أن يرده الشخص بعد فترة معينة مقابل مبلغ من المال حينها صنع الصيارفة أموالا من لا شيء في ذروة عصر النهضة في أوروبا توسعت الأعمال المصرفية وخصوصا في إيطاليا لدى الصيارفة طاولة تضع عليها النقود وكانت تسمى بنكو بالإيطالية تطور الإسم بعدها ليصبح بنك واجهت الصيارفة مشكلة إذ أن كمية الذهب الذي يمكنهم إقراضه ليست كافية عدد المقترضين الذين سيدفعون الفوائد في ازدياد ظن الصيارفة أنه من غير الممكن أن يطلب جميع المودعين أموالهم وذهبهم في نفس اللحظة إن فعلوا ذلك فسيعلن البنك إفلاسه عندها ابتكروا الشكات المصرفية لذا قاموا بإقراض الذهب الذي لم يكن موجودا ظهرت الأوراق النقدية لتسهل عملية التجارة كانت بمثابة وعد من الجهة المصدرة بتحويلها إلى نقود سلعية متى ما أراد حاملها ذلك مع مرور الوقت أصبحت قيمة العملة الورقية نابعة من ضمان الحكومات المصدرة لها انتبع الكثير من الأوراق النقدية بحيث أنها لم تعد مغطاة بالذهب تفقد جزءا من قيمتها حينها يحدث التضخم الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بدأ عصر جديد ونشأت العديد من المصارف الحديثة أعدت الدول الكثير من القوانين لاستمرار عمل المصارف فظهرت البنوك التجارية، بنوك الاستثمار والبنوك المركزية تعتبر البنوك الصينية من أقوى البنوك في العالم نظراً لامتلاكها أصول مع تطور التكنولوجيا ودخول العالم الرقمي أصبح هناك طرق جديدة للاحتفاظ بالأموال في مكان آمن فنشأت البنوك الإلكترونية ومحافظ العملات الرقمية كما دخلت البطاقات البنكية بقوة في المعاملات التجارية أخيراً لقد قطعت البنوك شوطاً طويلاً من معابد العالم القديم إلى العالم الحديث لكن دورها الرئيسي لم يتغير كثيراً فما زال هدفها حماية أموال المودعين وتقديم القروض ما القادم يا ترى؟ هل سيحمل المستقبل تغيرات إيجابية أم سلبية على البنوك؟ قناة لابرينث